عضوية النادي يا جماعة الحياة خبر مهم لأعضاء النادي لأنه اللي حصل غير مسبوك لا في النادي ولا في الأندية الأخرى أغلى حاجة على الإنسان صحته ربنا يديكم جميعا الصحة والعافية لما النادي يصل به بالحرص على أعضائه أنه يخدع كل الأعضاء كل الأعضاء لمظل التأمين اجتماعي كاملة من خلال تعاقد وقع بروتوكوله الكابتن محمود الخطيب مع شركة إيدام للخدمات الطبية الحقيقة المسألة خلينا أقول لك بقى باشواندس وانت سيد العارفين عضو النادي علشان يعمل يستفيد إيه أنا خدام العارفين يا أبو لا لا سيد العارفين تعمل أنا كعضو أستفيد إزاي من ده شوف أولا لازم نعرف إيه قيمة هذا كلام هم مش تأمين صحي بمعنى تأمين ولكنه قرار من أهم القرارات التي تتخذ لصالح صحية العضو الأعضاء هذا العقد يتيح للعدو أن يستفيد بخدمات خمس تلاف مؤسسة طبية ذات المصولة مقدمة خدمة طبية بتقدم خدمات طبية اللي هي إيه الأطباء العيادات المستشفيات الصيدليات كل أقل مركز التحليل والأشعة مركز التحليل والأشعة بتعمل إيه بقى دي دون أن يتكبد العضو من ليم سيتمتع مع كارت العضوية بكارت موازي من شركة إدم تتيح له مع بوكلت أو مضموعة بتقوله خد بقى المجموعة دي في الصيدليات في كل أنحاء مصر مغطية طبعا مركزة على القاهرة ولكن مغطية كل محافظات مصر تقريبا في اللي هي اللي هي فروع فيها بتغطي بقى إيه صيدليات عيادات طباء مستشفيات مراكز تحليل وأشعة بكارت مجانا توفره هذه الشركة يعني حضرتك عدو فندي الآلي تستلم الكرنيه بتاعك للاشتراكات تستلم الكرنيه وكرنيه الخدمات الطبية بتاعك برضو ومعه المضبوعة البوكلت اللي فيه البيانات بتاعك مين الدكاترة اللي تروح لهم الصيدليات اللي هم متفقين معاه طب هم متفقين معاه ما علي إيه بقى طبعا مش معقولة السيدليات هتدي خصومات زي الدكاترة أو زي المستشفيات أو ما فيش ما كان خدمة هيدي زي التاني فالخصومات تصل من 20% وتتجاوز الـ 50% إلى 60% تبقى للوحدة الخدمية المقدمة لهذه الخدمة لا ده يا جماعة إسهام محسوس جدا 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 لما حضرتك أنت وقصرتك تتمتع بهذه الميزات مجانيا مش مطلوب منك تدفع رسوم مش مطلوب منك حتى تدفع مقابل الكرنيه كل مطلوب منك أنك أنت وإنت بتدفع كرنيه العضوية تقول له فين كارت الخدمات الطبية آه كارت الخدمات الطبية بتاعي فأعتقد أن دي خطوة أستاذ إبراهيم أولا يشكر عليها اللجنة الطبية برئاس الدكتور محمد شاو يشكر عليها النادي الأهلي الذي كان حريصا على الإسجابة الفورية والسريعة وتنفيذ هذا الأمر يعني ده اتفاق مهم جدا جماعة لصالح عضو النادي وأسرته عضو النادي وأسرته زي ما المهند سعاد لشرح اللي جدد العضوية يروح للاشتراكات يطلب كارت الخدمات الطبية لإيدام بياخد الكرنيه الخاص به هو وأسرته وأيضا بياخد البوكلت أو الورق اللي فيه أسماء الدكاترة وأسماء الصيدليات وأسماء المستشفيات وأسماء مراكز الأشعة والتحليل اللي النادي متعقد عليها من خلال شركة إيدام يروح لأي مكان من دول في الخدمة الطبية اللي هو عايزها بياخد التخفيض اللي متفق عليه بالنسبة زي ما المهند سعاد الأشار تبدأ من عشرين في المية وتصل لفوق الخمسين أو الستين في المية كمان حسب التعاقد الخاص بكل دكتور أو كل مستشفى موجودة ضمن هذا المشروع أنا عشان بس أوضح لهم ربنا أدي الصحة لكل الناس أنا دخلت أنا زوجتي وقت الكورونا من سنتين مستشفى لو أقولك الأرقام اللي اتدفعت ده لو اتدفع 30% أو 40% على هذه الأرقام تفرم مبالغ تجوزت يعني كذا مئة ألف يعني في المستشفيات عشان وانت مضطر بقى يعني لو عندك ايه هتدفعه صحيح فانت النهاردة ربنا أدي الناس كلها الصحة والعافية لا ده دي خدمة محسوسة ترجمة نانسي قنقر